كشف مصدر عسكري أمس عن تدشين الجيش اليمني لعملية عسكرية واسعة ضد انقلابيي الحوثي لفك الحصار عن مدينة تعز وسط اليمن التفاصيل في تقرير الزميلة ديمنج تواصل القوة الشرعية في اليمن تقدمها في المعارك التي تخوضها من أجل كسر الحصار عن تعز واستكمال تحرير المحافظة وتوشك على قطع خطوط إمداد الميليشيات وبحسب الناطق الرسمي باسم قيادة محوري تعز العسكرية العقيد عبد الباصط البحر فإن ثلاثة ألوية تشارك في العمليات العسكرية التي انطلقت الخميس فيما حقق الجيش اختراقات كثيرة في جبهة القتال في منطقة الضباب غرب المدينة وشمال غربي المدينة وفي الجبهتين الشمالية والشرقية باتجاه ضاحية الحوبان ففي الجبهة الشمالية للمدينة تمكنت قوات الجيش اليمني بحسب البحر من السيطرة على أجزاء كبيرة من جبل الوعش الذي تتحصن فيه الميليشيات وسط حالة من الفرار الجماعي لمسلحيها على وقع ضربات الجيش وتقدم القوات تحت غطاء من مقاتلات التحالف التي تحلق بكثافة في سماء المنطقة مشيرا إلى أن الجيش تمكن من السيطرة على مناطق عدة في الزنوج وأطراف الدفاع الجوي الشرقية وشارع الأربعين بعد معارك خلفت أربعة عشر قتيلا وعشرات الجرحة في صفوف الميليشيات تكتسب محافظة التعز أهمية ستراتيجية في العمليات العسكرية بسبب تمتعها بموقع جغرافي ستراتيجي ومن شأن السيطرة عليها التسريع في عملية الحسم العسكري عبر اتخاذ المحافظة بوابة انطلاق وقاعدة عسكرية للقوات الشرعية لضحر الانقلابيين إلى محافظات الشمال وصودا إلى صنعاء باتجاه صعبة معقل الحوثيين كما تسهل من عملية السيطرة العسكرية على كامل الساحل اليمني والمنافذ البحرية المطلة على البحر الأحمر وعلى كل المنافذ الأخرى على خليج عدن وبحر العرب بالإضافة إلى تسير عملية تأمين المناطق المحررة وتعزيز المكاسب التي حققتها القوات الموالية للشرعية بتطهير المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي عبر تأمين الطرق المؤدية إلى الجنوب